السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقدر لكم مفضلة لغوسة سوينا مفضلة عند وليداتي كنديرها لهم تقريبا كل ويكان صحية ولديدة وسهلة في نفس الوقت تخرج يجوش وصفات بعجينة وحدة الطريقة سهلة بزاف وتعتمد انتي شنو بغي تزيده وتضيف لهذا الخليط عندنا لغوسة دباس اللي هي موجودة على اللوح وممكن نضيفه مثلا حلويات فواكه الجافة ممكن فواكه مثل الموز الفراولة اي شيء ممكن يكون موجود عندك فضل البيت ويفضله ولداتك انا مثلا ولداتي ما كيبغوش الطمر والزبيب اي حاجة منها دي كندخلها لهم بها الطريقة سرية ونذيذة في نفس الوقت انا غندخل حتى الشوكولاتة البودرة باش تغطيلي على الطحين الاصمر انه ولداتي ما كيحبوش الطحين الاصمر ما يأكلوش وعدنا هنا يد تامر شوكولاتة حبيبات وعندي الشوفان حبوب الشوفان وفي نفس الوقت الطحين الكامل في فائدة احسن بكثير من الطحين الابيب الطريقة سهلة جدا وانتقلوا للمقادير اللي هي 250 ملليلتر طحين ما يعادل 230 جرام وملعقة كبيرة من السكر وممكن ملعقة ولكن الحلاوش ما نقصنا احسن 2 ملعقة صغيرة خميرة حلويات وربع ملعقة صغيرة ملح بيضة و250 ملليلتر حليب وجوج ملعقة كبيرة زيت او زبدة دائبة ممكن نضيفوا شوية الحليب إذا ضفنا الشوكولاتة بودرة هيا نخلطوا جميع المواد وفي هذا المرحلة تشوفوا اللون تغير عنه شوكولاتة التي تغطي عن الطحين الأصمر ونضيفوا أي حاجة موجودة عندك في البيت وحبت أن تكون مفيدة ودابا كان نصخنوا هاد الآلة ديال الوافل القوفخ الجميلة الصغيرة التي تقوموا بدور مهم جدا خلتني استغني على القوفخ ديال المحلات وصارحة سهلة ندابا حاليا بالنسبة لي الوافل والقوفخ والبانكيك سهل جدا نصخنوا المقلات وندهنوها بالزبدة وشوفتوا الخاليط يكون بحل الخاليط ديال البغرير في نفس الوقت كتكون الطيبة لي قوفخ في نفس الوقت لي بانكيك كي يطيبو وهي عندك جوج ديال الوصفات في نفس الوقت طبعا ما عندهمش الجهاز ديال لي قوفخ يستغنع لي ويديروه بانكيك وانا كان غير نضرب عصفورين بحاجر ويأكلوا جوج وصفات في نفس الوقت وهي الوافل ديالنا جاهز لي قوفخ الوافل هو باللغة الإنجليزية ولي قوفخ بالفرنسي وكانت تقدروا تزينه باي طريقة باي شي موجود عندكم طابس عندنا البانكيك سهل الصراحة ولذيذ هادي الكمية تقدر تطلع لكم خمسة او ستة بانكيك وخمسة ديال ليقوفخ وممكن نضاعفوا الكمية انا كان ديه ذاك شي اللي يقدر يكفيهم في ذاك اليوم لكني بكن نضغيش نحافظ عليه ولانه سهل عندي التحضير دياله فانقدر نديرو في نفس في اي وقت ونكمله العجين ديالنا خاليط ديالنا كله ونكمله ونزينه باي شي ممكن يكون عندك وها هي الوصفة ديالنا جاهزة تحصل على جوجو ديال الوصفات بخاليط واحد وصحي ولديد ونزينه باي طريقة انا بنتي هي اللي تكلفت مهمات التزيين خليتها تحط دك شي اللي كتبغي باي تشجع اكتر على الماكلة وتاكلها بطريقة ممتعة وصحة وعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة